أود أن أسأل عن مدى صحة الحديث الذي ورد عن موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت هل هذا الحديث صحيح أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت لك ما توده الحديث صحيح أخي ولا يهم منك الجماعة الذين أولا لا علم عندهم بالحديث وثانيا إنما دينهم عقلهم وما أحددت أن أقول دينهم هواهم دينهم عقلهم فما يقبله عقلهم فهو دينهم وما يرفضه عقلهم فليس بدينهم الدين هو الاتباع تعبتني يا أبو صلاح ها أنا بجدين عشاء ها هي الكرسي فاضي وبردو لدحا بيضل جنب الشيخة غضر بجواقف شوية قصد الوقوف يعني خير إن شاء الله أول سورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة سورة البخرة ومطلعها أَلِفْ لَا مِيمُ أَلِكَ أَلِكَ الْكِتَابُ أَلِكَ 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 مِنْ أَشْرِنَ جاءنا بالصلاة وبالصيام عن الله فآمنا أمر غيب آمنا وصدقنا وسلمنا لذلك كان الإيمان بالغيب هو أس الإسلام ولا يفيد شيء من الإسلام أي الأعمال للتعبدية إذا لم تكن مقرونة بالإيمان بالغيب نرجع بعد حديثك وجزاك الله خير طولت بالك علينا هذا الحديث هو يتأود بطريقة أن موسى عليه السلام كيف يؤقل أنه يدر الملك من ملائكة الله عز وجل ويفقى عينه وهذا عالم غير عالمنا نحن وكيف يدعى للموت فيكره الموت وهي ليس من طبيعة الكمل من الناس فالجواب عن الأول كما في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح أنه كان الملائكة في الزمن الأول يأتون الناس في سورة بشر فهذا الملك لما جاء إلى موسى وقال له أجب ربك جاءه في سورة بشر فما كان موسى عليه السلام إلا أن صفعه تلك الصفعة وخلى عينه أو فقى عينه فرجع الملك إلى ربي وقال أرسلتني إلى عبد لك يكره الموت قال ارجع إليه وقل لو ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعر حياة سنة فرجع إليه وقال له ما أمره الله فقال له وماذا بعد ذلك قال الموت قال فالآن إذن لماذا اختلف موقف موسى الثاني عن الأول الأول جاءه بسورة بشر لو واحد جاء أي إنسان قال له أجب ربك أو أعطيني روحك سلمي روحك بده يعمل معه أكثر بما عمل موسى عليه السلام مع الملك لأنه مش عارف إنه هذا مرسل من الله تبارك وتعالى وبعد ذلك لما رجع الملك إلى ربه وقال له ما سبق قال له ارجع إليه وقل له هذك علامي وحي من السماء حرف موسى أن هذا هو الملك حقا فعله ماذا بعد ذلك قال الموت قال له الآن إذن قال نبينا عليه السلام ولو كنت ثم يعني هناك في فلسطين لا أريتكم قبره عند الكثيب الأحمر فمن كان في قلبه زغل ودغل وحقد على السنة وعلى أهل الحديث بيجي بيعطي صورة للحديث من أكبر ما تكون بحيث تنفر نفوس المؤمنين عنها فمنت تفقوا معه أن هذا الحديث باطل فيقاب له يا أخي هذا الحديث روى الإمام السلام ولا مؤاخذ يا عنا بالشام يقوله طز وإذا كان أعوذ بالله شو إذا كان هذا رجل من أين مثل الحديث أولا وثانيا هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول ما أحد منهم أنكر هذا الحديث إلا هذا الرجل الفيلسور جاء في آخر الزمان ليرقي الشبهة في الأصل الثاني من الإسلام وهي السنة بإثارة مثل هذه الشبهات والإشكالات علما بأن أحد السلف هو علي بن أبي طارب رضي الله عنه كان يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحملوه على أهسى المحامل أو كما قال رضي الله عنه هذا هو موقف المسلم تجاه الأهديث الصحيحة والتي تلقتها الأمة بالقبول فمن جاء إلى مثل هذا الحديث وخرج في تفسيره عما توارثه الخلف عن السلم لذلك فعلى كل مسلم أنه إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران اثنان الأمر الأول أن يتثبت من صحته ولا يمكنه ذلك إلا بتطبيق آية في القرآن الكريم فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون يسأل أهل العلم بالحديث الصحيح والضائح هذا الحديث صحيح ولا لا كما فعلت أن تبارك الله فيك آنه فإذا قيل لك من أهل العلم حديث صحيح ورد الأمر الثاني وهو أن تعرف تفسيره ومعناه على وجه الصحيح وبذلك يستقيم المسلم على دين الله عن زوجا وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا يمكن أن آن الأوان يا أبو عبد الله يا الله بسم الله شيخنا هل تنصح يا الله بسم الله هل تنصح بعدم القراءة لبثل لبثل